الحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي السيد يوسف الدياب أهلا بك معنا سيد الدياب هل نحن الآن أمام نقطة التحول الأكبر في مسار المواجهات بين حزب الله وإسرائيل هذه المواجهات كانت على مدار تسعة أشهر مضبوطة بالخطوط الحمر وقواعد الاشتباك المتحركة ما الذي سيتغير بعد ما حدث في مجدى الشمس مساء الخير هذا التحول الاستراتيجي الذي تحدثت عنه هو رهن بنوع العملية التي ستنفذها إسرائيل في لبنان والتي تهدد بأنها ستكون ضربة قوية وحاسمة أعتقد أن هناك ناحية إيجابية رغم حمأة الاستعدادات لهذه العملية ولرد حزب الله عليها وهو أن كل الأطراف التي دخلت اليوم على خط احتواء هذه الأزمة تقول بأنها لا تريد أن تدفع الأمور إلى حرب كبيرة ولا مواجهة شاملة وأنها تفضل أن يكون هناك احتواء سياسي للتصعيد القائم ما بين إسرائيل ولكن ما شكل هذا الاحتواء سيد دياب يعني على مدار اليومين الماضيين هناك اتصالات مكثفة هناك دبلوماسية تحركت على صعيد دولي إقليمي الذين ينخرطون في الشأن اللبناني الداخلي كل هذه الاتصالات لم تفلح حتى الآن في ثني إسرائيل عن وقف حتى مسلسل التصعيد المستمر في التصريحات يعني لا أحد ينكر اليوم بأن العملية الإسرائيلية أو الضربة الإسرائيلية هي قادمة واتخذت وهدت الأهداف لكن ما هي طبيعة هذه العملية وما هي الأهداف التي تضربها إسرائيل إذا كانت الأهداف تخص مواقع عائدة لحزب الله وتستبعد المدنيين وتستبعد ضرب العاصمة بيروت وضاحية بيروت الجنوبية أعتقد أن العمليات تبقى في إطار ما يسمى قواعد الاشتباك المعتمد صحيح أن إسرائيل ازهبت بعيدا في الضربات في العمق اللبناني لكن عندما تكون هذه الضربات محددة لقواعد عسكرية أو لاغتيالات لمسؤولين عسكريين وأمنيين لحزب الله أعتقد أنها تبقى ضمن الضوابط المقبولة للتكتيك العسكري وأيضا العمليات التي نفذها حزب الله منذ الثامن من أكتوبر حتى الآن هي لم تخرج عن قواعد الاشتباك لابن حزب الله كان أكثر التزاما بهذه الضوابط نعم نحن عندما نتحدث عن أبواب مفتوحة أمام الحلول السياسية يبقى الكلام فقط عن كيفية تنفيذ القرار 1701 واحد واضح أن الإسرائيلي يطالب تنفيذ هذا القرار على قاعدة أن حزب الله ينسحب من منطقة جنوب الليطاني ويبتعد عن الحدود أو عن خط الأزرق بحيث لا تعود الصواريخ القصيرة والمسيرات تشكل خطرا على الأهداف الإسرائيلية ولا على التجمعات العسكرية بما خص لبنان وحزب الله هناك من يتحدث أستاذي في السر وفي الخفاء بأن التطبيق العملي للقرار 1701 هو أن نمنع الظهور المسلح لحزب الله لا يجري انسحاب للمقاتلين أو إخلاء المنطقة يجري منع أي ظهور مسلح لحزب الله على الأرض إطلاقا ويبقى الدور الفعلي للجيش والقوات الطوارئ الدولية إلا إذا حصل اعتداء إسرائيلي أو تدخل بري إسرائيلي وهذا لا يعمل به اليوم سيد إدياب يعني بالنظر إلى هذا القرار 1701 أو القرار 425 أو 1559 كل هذه القرارات الثلاثة تتحدث عن طبيعة العلاقة ما بين لبنان وإسرائيل في المنطقة الحدودية لكن المطالبة دوما من مجلس الأمن الدولي باحترام الدولة اللبنانية بلا هوادة لقرار 1701 باعتقادك اليوم هل الحزب سيقبل بهذه المعادلة في ضوء تصعيد كبير لم تشهده المنطقة منذ حرب تموز 2006؟ مسؤولون حزب الله قالوها بشكل واضح وعلني أن التطبيق المتكافئ والمتوازن للقرار 1701 هذه مسألة مرحب بها بمعنى أن يكون ابتعاد لحزب الله عن الخط الأزرق لمسافة كيلومترات معينة يجب أن يقابله إجراءات مماثلة من جانب فلسطين المحتلة وأن تمتنع إسرائيل عن خرق السيادة اللبنانية برا وجوا وبحرا إذا كان هذا الأمر قابل للتطبيق على الجانبين أعتقد أن حزب الله لا يمانع بذلك لا بل هو يكون حقق شرطا أساسيا من شروط عمله كمقاومة عسكرية في جنوب لبنان لكن إذا أرادت إسرائيل أن تخرق كل الخطوط الحمر وتبقى الساحة اللبنانية مكشوفة أمام إسرائيل وتنفذ عمليات الاغتيال والاستهدافات سواء لمجمعات مدنية أو لمواقع لحزب الله لا أعتقد أن حزب الله سيقدم أي تنازل في هذا الخصوص لذلك نحن نقول أمام ضآلة الانفتاح للعمل السياسي يمكن أن تبقى العملية العسكرية هي الأكثر ترجيحا وربما عملية غير متوسة من الجانب الإسرائيلي تفتح الأمور على أحد إذا كانت العملية العسكرية أو الضربة ردا على هجوم مجدى الشمس بات الأمر قابق وسين أو أدنى بالنسبة لإسرائيل ما هي المواقع التي يمكن أن تستهدف هل يمكن أن تنجر إسرائيل لتفعيل معادلة بيروت حيفا أم سيكون الأمر أصعب من ذلك والحزب ما خياراته حينها للأسف الشديد حتى الآن الأجواء والمعطيات تقول بأن فرص الحرب أو فرص العمليات التطورات العسكرية هي التي تتقدم على الحلول السياسية للأسف هذا الجو القائم اليوم في بيروت وقبل أن أدخل إلى الاستيديو أجريت مروحة من الاتصالات مع سياسيين لبنانيين يقولون بأن أي ضمانات لم يستطع الأمريكي أن يحصل عليها ولا الفرنسي من إسرائيل بأن لا تذهب إسرائيل بعيدا باستهداف العاصمة بيروت أو الضاحية الجنوبية حتى الآن لبنان لم يتلقى ضمانات بهذا الشأن ولكن أيضا إذا وقعت عملية من هذا النوع وجرى استهداف العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية هذا يعني أن ضحايا مدنيين سيسقطون نتيجة هذه العمليات لا سمح الله وعندها حزب الله كان واضح بأن بيروت مقابل تل أبيب والقدس المحتلة وأي هدف استراتيجي يقابله هدف استراتيجي وعندها تسقط كل الخطوط الحمراء هل نكون نحن أمام عملية بدروسة تبعد بيروت والضاحية عن الاستهدافات الإسرائيلية أم أن هذا الأمر يبقى وارد لكن أيضا على الجانب الإسرائيلي أن يتهيأ لكل السيناريوهات بما فيها ضرب المدن الكبيرة وتحديدا القدس وتل أبيب وحيفا ويافا هذه أمور اليوم للأسف الشديد مفتوحة على كل الاحتمالات والجو اليوم في لبنان أو في بيروت تحديدا هو جو سودوي إلى أبعاد الحدود إذن جو سودوي تصفه في لبنان أو بيروت على وجه التحديد ولكن هنا نتساءل عن موقف الدولة اللبنانية الرسمية من هذا التصعيد يعني بالنهاية سيتحمل المواطن اللبناني مسؤولية اتخاذ قرار السلم أو الحرب من قبل الحزب في الجنوب كيف يمكن قراءة مواقف القوى السياسية المختلفة في هذه المرحلة الحساسة لبنانية؟ يعني الدولة اللبنانية للأسف هي يعني في موقع أو المواطن اللبناني هو في موقع المتلقي هو ليس صاحب قرار في الحرب والسلم إطلاقا يعني عندما ذهب حزب الله منفردا إلى فتح جبهة الجنوب لم يسأل المواطن اللبناني ولا الجيش اللبناني ولا الدولة اللبنانية عن هذا الخيار وما يمكن أن يرتبه على لبنان لكن بالنتيجة إذا وقعت الحرب لا صمح الله لا أعتقد أن أغلبية اللبنانيين سيكونون في موقف العداء لحزب الله في هذه المرحلة لأن مصير البلد على المحك ومصير كل اللبنانيين على المحك أعتقد أنه انطلاقا من هذه المعايير التي نتحدث عنها يتصرف اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية ووزير الدفاع وقائد الجيش ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي هو يشكل حلقة الوصل ما بين الوفود الدولية وحزب الله لذلك أنا أعتقد اليوم أن الدولة اللبنانية أقله بالموقف الرسمي هو موحدة ضد أي عمل عسكري إسرائيلي تجاه لبنان ولن يكون هناك أي محاولة تأييد أو لوم لحزب الله في هذه المرحلة لصالح إسرائيل أعتقد اليوم أن المطلوب هو موقف وطني جامع أو يؤمن أكثرية لبنانية ترفض أي عمل عسكري ضد لبنان أما بعدها فيمكن البحث في الخيارات التي ذهب إليها حزب الله ومستقبل سلاح حزب الله لكن لا أعتقد أنه اليوم نعم يعني هو وقت الحديث عن الخيارات الخاطئة التي يمكن أن يكون لجأ إليها حزب الله اليوم الأولوية هو تجنيب لبنان خطر الحرب وإذا وقعت لا سمع الله هذه الحرب يجب أن يكون اللبنانيين موحدون لأستخفيف من تداعيات ومن أضرار هذه الحرب أقله على الوحدة الداخلية اللبنانية وربما